كتبت الأخبار سفير لبنان لدى الفاتيكان البابا اتصل بالأزهر بعد لقاء ميقاتي كشف سفير لبنان لدى الكرسي الرسولي فريد الياس الخازن أن البابا فرانسيس بادر بعد لقائه الرئيس ميقاتي إلى الاتصال بشيخ الأزهر للحث على تقديم الدعم للبنان والعمل على إخراج البلاد من الأزمات المتفاقمة لافتا إلى أن الرئيس ميقاتي سيزور القاهرة وقد يكون لمصر دور في تقريب وجهات النظر بين لبنان والسعودية وعن توقيت الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الفاتيكان بول ريشار كالاجر إلى لبنان قال الخازن أن هذه الزيارة ستكون بين أواخر كانون الثاني ومطلع شباط المقبل كما أن البابا فرانسيس قد يزور لبنان في وقت لاحق إلى الديار التي كتب فيها علي ضاحي تكشف المعلومات أن الممول الأساسي لتيار المستقبل في بيروت أحمد هاشمية على زعل مع سعد وأحمد الحريري ويتردد أنه لن يترشح على لائحة المستقبل وبالتالي زوج جسمه في تظاهرات اليومين الماضيين أو زج جسمه غير دقيق تؤكد أوساط علمائية سنية أيضا بحسب علي ضاحي أنها اتصلت أخيرا بالحريري للوقوف على حقيقة ما يتم تدوله من معلومات عن عزوفه الانتخابي ووجود فيتو سعودي عليه تشير الأوساط إلى أنها سمعت منه أن أزمته المالية مستمرة وصعبة وعودته إلى بيروت ستكون متأخرة ربما بين أواخر كانون الثاني وشباط وقد تكون الأمور قد حسمت لجهة بط الطعن في قانون الانتخابات وحسن مصير الانتخابات ككل وتكشف الأوساط أن سعد الحريري يتجه انتخابيا إلى الترشح في بيروت بلائحة مكتملة وإلى ترشيح ابن عمته أحمد الحريري في صيدا مكان واردته نختم مع النهار سيتوجه الرئيس ماكرون في ثلاثة وأربعة كانون الأول إلى الخليج العربي في جولة تشمل الإمارات العربية المتحدة وقطر والسعودية وسيجري محادثات تباعا مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالنسبة إلى الملف اللبناني نقل مراسل النهار في باريس سمير تويني عن مصادر الإليزي أن الرئيس ماكرون سيحمل هذا الملف إلى دول الخليجية وسيدعوها كما فعل سابقا إلى تعزيز التنسيق فيما بينها وفرنسا لدعم الشعب الذي يعاني من الانهيار في بلده ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر